أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الإسئناب في باريس أنه أحال إلى محكمة التمييز حسم مسألة قانونية فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس بشار الأسد المتهم بالتواطئ في جرائم ضد الإنسانية ونقلت وكالة فرانس بريس عن المكتب أن إحالة المذكرة لا يعني التشكيك في جوهر القضية ولسيما وجود أدلة جديدة أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة في الهجمات الكيميائية عام 2013 وأضاف أنه من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الإسئناب في باريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبها عن جرائم من هذا النوع أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن الوضع بين إنقرة ودمشق لا يزال شائكا ومقلقا رغم محاولات موسكو إزالة العوائق والضغط على دمشق لدعم الوساطة العراقية التي تمثل الجهد العربي بهذا الملف وأضافت المصادر أن النتائج المتوقفة على اجتماع بغداد رعن التوافق حول الوضع في شمال شرق سوريا والعلاقة مع الإدارة الذاتية والموقف الأمريكي من ضرح توازنة جديدة كما أشارت إلى معوقات أخرى تشمل تعقد الوضع العسكري في إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشم ومصير العناصر الأجنبية المسلحة فيها ووضع الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا أعربت المقرر الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يمارس على نطاق واسع في سوريا وأكدت أن النظام السوري يمارس التعذيب في مراكز الاحتجاز التي يديرها على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية وطالبت المقرر الأممية النظام السوري بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وأن يتخذ إجراءات للقضاء على جميع أشكال التعذيب وبالسياق وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 429 مدنية في سوريا على يد أطراف النزاع خلال النصف الأول من العام الحالي بينهم 65 طفلا و38 امرأة و53 ضحية بسبب التعذيب شاهدت مناطق الشمال غربي سوريا توترات غير مسبوقة ليلة أمس على خلفية تكسير محتجين لشاحنات تركية في مدينة الباب ردا على الاعتداءات العنصرية التي تعرض لها لاجئون سوريون في ولاية قيصر التركية وتوقفت المواجهات التي اندلعت بين المحتجين والقوات التركية في ريفي إدلب وحلب في حين تجددت أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على ممتلكات السوريين مساء الأمس في أكثر من ولاية تركيا وأغلقت السلطات التركية أمس الأثنين جميع المعابر الحدودية التي تربطها مع شمال غربي سوريا إثر التطورات الأخيرة بينما أعلن معبر جرابلوس عودته للعمل اليوم وقالت وزارة الخارجية التركية إن جهود بلادنا وموقفها المبدئي من أجل ضمان سلامة الشعب السوري فوق أي استفزاز بدورها أدانت المعارضة السورية أحداث الاعتداءات على ممتلكات اللاجئين السوريين بولاية قيصر في أعقاب اتهام لاجئ سوري بالتحرش بتفلة مطالبة في الوقت ذاته المدنيين الشمال غرب سوريا بعدم الانجرار إلى الفوضى نقل موقع جلوبال جستس عن مصدر مطلع في الكونغرس أن الكونغرس الأمريكي يعتزم عقد جلسة استماع ضمن أعمال لجنة هيلسينكي لشهود بشأن جراء من نظام السوري بحق السوريين وقال المصدر أن جلسة الاستماع سوف تعقد في العاشر من تموز الجاري بهدف دعم قانون منهضة التطبيع مع نظام السوري ومحاسبته ومسائلتها على مرتكبه من فضائع وأضاف أن الجلسة ستعقد بغرض تقديم شهادات هامة حول جراء من نظام بحق المدنيين بالإضافة إلى تورط حلفائه الروس والإيرانيين بالمجازر المرتكبة بحق الشعب السوري من جهة وتواطئه مع دهش من جهة أخرى أفادت صحيفة قاسيوم بارتفاع الحد الأدنى لمعيشة الأسرة المكونة من خمسة أشخاص في سوريا شهريا إلى نحو ثمانية ملايين ومئة ألف لير سوريا مع بداية الشهر الحالي وأوضحت المصادر أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع إلى أكثر من ثلاثة عشر مليون ليرة بزيادة تبلغ نحو خمسمائة وثمانين وثلاثين ألف ليرة مقارنة بنهاية شهر آذر الماضي في ذل التقاضي المواطن أجورا شهريا قرابة عشرين دولار ترجمة نانسي قنقر